يشكل النايتروجين بنسبة 78% من الهواء ويرمز له بالرمز إن فهل تعلمون أن جميع المخلوقات الحية تحتاج إلى نيتروجين آه تعلمون ذلك أحسنتم يوجد النايتروجين في البروتينات وبعض أنواع النبات والبقوليات فما الذي يحدث أثناء دورة النايتروجين يتحول غاز النايتروجين إلى مركبات تختزن في التربة ثم يعود إلى الجو مرة أخرى وهذا ما يسمى بدورة النايتروجين وكيف يتم تثبيت النايتروجين في التربة أهلا لا تعلمون ذلك ولكن لا تغضبوا أنا سوف أخبركم بذلك يتم تثبيت النايتروجين بواسطة كل من النشاط البركاني والبرق كما تقوم بذلك كما تقوم بذلك بعض أنواع البكتيريا الموجودة في التربة إذ تقوم بتحويل غاز النايتروجين تم تثبيت النايتروجين تمتصها النباتات في أثناء نموها وتستعمل النايتروجين الموجود فيها في صنع البروتينات تحصل الحيوانات على النايتروجين عند أكلها للنباتات ثم تخرجه مع فضلاتها فيعود مرة أخرى إلى التربة فتقوم المحللات بتحويل النايتروجين إلى أمونيا من جديد وتتم إعادة النايتروجين إلى الجو مرة أخرى بواسطة البكتيريا المزيلة للنايتروجين الدورات في الأنظمة البيئية دورة النايتروجين خطوات الدورة يتم تثبيته في التربة بواسطة البكتيريا المثبتة للنايتروجين يتحول إلى أمونيا ثم يتحول إلى نيتريت ثم يتحول إلى نترات ثم يخزن في أنسجة النبات تتغذى المستهلكات على النباتات وعن طريق فضلاتها يعود إلى التربة على شكل أمونيا ترجمة نانسي قنقر شكرا